أكد المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقاومات الأساسية للمجتمع وأضف رئيس المجلس أن مجلس النواب يدعم ويساند أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن لا شك أن الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التي تشكل المقاومات الأساسية للمجتمع وقد حرصت الدستير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وهو ما أكدته المادة ثمانية عشر من الدستور الحالي بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل إن أي سعي من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعي محمود ندعمه ونسانده قد نختلف في الوسائل والآليات إلا أننا نتفق حتماً في الأهداف والغاية